موسيقى بسم الله وبيناستعيد النهاردة هنتكلم عن مشاكل النادي الآلي الأخيرة ومشاكل عادية بالمناسبة يعني مش حاجة ضخمة ولا كبيرة وتعرض لها كلية الانديتة في العالم يعني مش حاجة مخصوص ولا أنا ببالغ أو أن أنا بعمل مشاكل في الآلي ولا كابد حاجة بتحصل في كلية الانديتة العالم ولعبة الكرة بشكل عام بشكل عام لعبة الكرة تقريبا دماغهم واحد أعلى واحد وأقل واحد أعلى واحد في الدوريات زي أقل واحد في الدوريات تقريبا تفكير واحد يعرفين كويس قوي أن مساحتهم الوقتية في اللعبة مش كبيرة وأن التنوع والأسعار بتفرق والجزء المالي بيفرق في بعض الناس ساعات بيفرق معهم المالي وساعاتنا بيفرقش ويستبري في نوادر مثل تطي ويعتبر وليد سليمان من الناس المنتمين للنادي الأهلي ومع أسمعت شيء في تاريخي كصحفي عن وليد والأهلي في أنه مثلا فوضهم في حاجة قال لهم ايه؟ راجل محبي جدا ودي حاجة تحترم وانا بحب انتماء وليد سليمان للنادي الأهلي ويبب فرحان بيه؟ بناس زي كده وبتمنى أن انا شوف في مصر كل اللعبة مصر عندها الانتماء والروح اللي موجودة في وليد سليمان مع النادي الأهلي وأكيد فيه بسبب كما على المعلن والشهير تمام؟ لكن المشاكل اللي بتعرض لها الأهلي فترة أخيرة تعرض لها الزمالك في بداية الموسم حصل حاجات المستحقات ومش يعرف ايه؟ صحيح دلوقتي مش موضوع مستحقات في النادي الأهلي لأنه يدفع كل الفلوس لكنها مشكلة مشاركات مشكلة المشاركات وده أمر طبيعي اللعب عاوز يشارك والجهاز الفني عنده وجهة نظر حقه تماما سواء اللعب أو ده وانه يناقش ويعود ويتكلم الطبيعي بقى برا انه وكيل اللعب نفسه يبقى مع الإدارة أو المدير الرياضي ويتناقش فيه انه ليه اللعب ما بلعبش الرجل اللي انا بشتغل معه ما بلعبش ايه الاسباب هل فيه مشكلة طب نعدل ما نعدلش طب نمشي ما نمشيش ايه ساعة الاحتراف للمفروض النادي الأهلي يعمله طبعا المشكلة واضحة عند الكل انه موضوع ازارو وقيد ازارو طبعا عادي جدا انه ازارو يتم رفع اسمه من القايمة والتاني موجود ياخد رده جايز لكن في كثيرين دلوقتي بعد عودة العلاقات والارتباط مرة اخرى بين الاهلي وكابت محمود الخطيب والوزير التركي الشيخ صاحب نادي ألميريا والصاحب السابق نادي بيرامدز المصري انه العلاقة دي هتسمح بانه يجي عرض ازارو من السعودية طب انا مش عارف فيه ناس بيقولوا الاتفاق السعودي هو اللي ممكن يجي بالعقد بتاعه ازارو والبعض زي ما انا قلت قبل كده ان ازارو مش عاوز يمشي وانه عاوز يقعد عشان التعامل السيء اللي تعاملوا من ادارة الاهلي فبالتالي هو مش عاوز يريحه طب هل ده ممكن جايز وباللسمة كبيرة لحتى هذه اللحظة او بتكلم معاكو بقولوكو ده وغد وقت فيش جديد على الموضوع لكن هنا لازم ناخد بالنا من حاجة كده ذكرت اسم ترك علي الشيخ في الموضوع لانه وكيل ازارو هي شركة محمد جمال العصر اللي هو حاليا او كان قبل كده المدير التنفيذي نادي بيرمتس ثم هو حاليا المدير التنفيذي برضو لنادي المريح الاسبايد الذي كان يملك سواء بيرمتس او الذي يملك حاليا المريح هو الوزير ترك الشيخ وده حاجة يعني مش مسر يعني حاجة التانية انه مسر برضو تحسن علاقات بين اذن الاهلي وبين ترك الشيخ وبالتالي جائز جدا تلاقي تليفون او طلب من النادي الاهلي انه يتدخل جايز وجايز لا لكن طول لم يتدخل ترك الشيخ وانه يتدخل عند محمد جمال العصر في انه فيه عقد جهفة يوافق عليه يحل المشكلة مع الاهلي والحاجات اللطيفة ما فيش مشكلة احتمال كبير لو حصل ده تدخل ترك الشيخ فبنسبة مئة في المئة سيتم حل مشكلة اذاره مع الاهلي ويرحل اعارة مش اي ان كانت صياغل هيمشي بيها بيع اعارة وهيتم ايراده كمان اذاره في انه العقد هيبقى شكله ايه فدي جزء لازم الناس تخد باله منه لكن ها مشكلة صاحبنا اذاره قائمة رجل لانه محترفة براحة التدريب عاوزين تشاركوه في التدريب الجماعي عاوزين تلعبوه في الجيم هيعمل لانه اخر عاوز يبقى مجاهز في النادي لكن هو مكتئب تماما ومش حابب الاحوال اللي حوالي والاجواء اللي حواليه في النادي الاهلي فدي مشكلة اظهر واقفة على انه هل هيتدخل ترك اهلي الشيخ في حل المشكلة ولا لا طيب ايه المشكلة التانية صالح جمح صالح بقاله فترة يعني غائب غائب عن النادي يعني غائب يعني ما يروحش التدريبات وتدريبات الغيبين أو التدريبات المستبعدين أو التدريبات اللي مش عارف ايه أو التدريبات اللي مش عارف مين كل صياغات التدريبات المطلوب يحضرها اخر خمس ايام لم يحضرها صالح بقاله والتواصل معاك مش عارفين اتواصل معاك طيب في بعض الناس بيقولوا ان ده يشبه الهروب من صالح او اشارة من صالح ان انا عاوزة امشي فانسوني يعني ايه ما خلوا الموضوع زي ما اتواصلت باشو اظهره واجبوا له عقد شوفوا له عقد انا اروح هلعب في حتة تانية طبعا انا مش شايف ايه ده ممكن يحصل ومع ذلك جايز يروح يحترف بقى زي ما احترف قبل كده في البرتغال فترة ورجع كل ده جايز وروح لعب في الاهل برضو في السعودية فترة وعمل كان مباراة كويسة وبعدين برضو طبيعته اه الحت عن ايه زي ما كهرباء طبيعته هتلحي انا مش بداعي يعني وخلي بالكواب لازم تبقوا عارفين انه صالح جمعة هو اقرب الاصدقاء الى عمحمود عبدالمنع بكهرباء فالتنين يعني دماغ واحدة شبه بعض وتفكير واحد فبالتالي اذا كان كهرباء هرب من ايه فطبيعي جدا ممكن صالح جمعة يقلده ويهرب رخر من اهل وسهل الموضوع بقى سهل انه اخد بعض وامشي وبعدين ستة شقوق بعدين انا باخد كم من اهل ايه خمسة مليون ستة مليون النادي اللي هيوديها هدفعه زي ما كهرباء كده كم ياخد كم زيك ربعة مليون هبدوهم لهم اما يحكموا عليها بغرامة هدفعه ويتفاق مع الاهل هيدفعه وهستمر والعب ولا في اي حاجة خلق اللعب بيتشجع ونادي الاهلي سمح بانه يشجع كل اللعب اما فيهم اللي عند الاهلي يعملوا كده يعني جايز جدا ان صالح جمعة يعمل زي كهرباء يمشي على الخطة بتاعته يتلاقيه ممكن بكرة بعده في تركيا ولا موجود في البرتغال ولا موجود في اليون في درجة تانية يعني الموضوع يعني يطلبه البتاع فالاهلي يرفض فياخد بطاقة مؤقتة ويلعب بس خلط زي وزي كهرباء ويتنقل في الصيف الجاي بقى يروح السعودية يروح الزمالك يروح الاهلي يروح اي مكان ببطاقة مؤقتة زي وزي كهرباء ما هي دي الفكرة انه النادي الاهلي ما بيجي يلعب بالنار او اي حد يجي لعب بالنار هتتلسعه طبيعي انت وغيرك هتتلسعه فصالح جمعة في اطار دلوقتي الغياب ده يشير الى انه قد يتحول الى محمود كهرباء جديد لكن في النادي الاهلي بدلا ما كان محمود كهرباء في الزمانك طيب هو هو الاهلي او جمهور الاهلي هب غضبان يعني زي مكان جمهور الاهلي هب غضبان من محمود عبداليا من كهرباء الله هو اعلم يعني انا ما عرفش جمهور الاهي بغضبان او زعلان او مخنوق ان كهرباء انه صالح جمعة ماشي ويمكن يروح الزمانك ولا يروح مش عارف ايه يروح اي مكان لانه انا اللي بتكلم في هنا مش فكرة ان صالح جمعة يروح الزمانك او ما يروحش انا بتكلم في منطق انه في مثل قام به النادي الاهلي النادي اللي الكل بيتعامل معه باعتبار وعد فوق فهو نزل لتحت وتعامل باداء يعني مشيك خليها بالصياغة انه مشيك مع الكهرباء وانه يلعب في دماغه وانه يعمل معه اللف اللي اتعامل فطبيعي انها ممكن تحصل معه بلعب عنده نفس الدماغ بتاع الكهرباء فصالح جمعة جايز جدا 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 تلاقيه بكرة بعده عامل نفس حكاة وجايز بعد نهاية الموسم يقول لك انا ما مشيك وبعدين اخلي بالك حق للعب فصخي عقده اذا ما خدش مرتبه اكيد لالي بديو مرتبه طيب ايه ثاني انه ما يلعبش عشرة في المية من مباريات الموسم ايه مباريات الموسم؟ لا يتم احتساب مباريات الكاس ولا يتم احتساب مباريات افريقية او الدولية دي بيحتسب فقط في العشرة في المية عدد مباريات الدورية انت دلوقتي في الدوري عندك كم اسبوع؟ 34 يعني اقصى حاجه لو لعب مبارتين يفسخ عقده طب ليعب 3 يفسخ عقد ليعب 4 مبارت 4 يستمر في النادي الاهلي حق لو فصخي عقد انه عمل 10% مطلوبة هي دي الفكرة هل هل هيستغل صالح على احتمال انه يستغل انه ما بيشاركش فكلها 34 والدور يخلص وبالحق فصخي عدد مباشرة واخد حق ان النادي الاهلي التوماتيك ولا اعمل زيك هرب وهرب هذا لكي يقول ان هناك مشاكل تحدث في كل حتة الاهلي ليس منزه من المشاكل وكل الاندية غير منزهها ليس انبياء وبالتالي كل الاندية معرضة لعصبها مشكلة اثنين لكن ازاي بقى الاعلام يتعامل مع الموضوع يضخم ايه ويكبر ايه حريص جدا ان انا مضخمش الموضوع بكايم فيه بعقلانية عشان ما يظهرش ان انا اخد موقف انا مش اخد موقف خالص ولا بفرق مع الموضوع انا عاوز احسن الامور في التوجه العام بتاع الاعلام متاخدش المنطق بتاع انت بتكره رئيس مجزارة الزمالك او مختلف معها فبتضخم حاجات الزمالك بتحب النادي الاهلي ومسئوليه فهتنيم الموضوع انا لا فرق معي كده ولا فرق معي كده بكايمة على المنطقة واخد النادي الاهلي في هذا الامر جيد ودليل ليه باعتبار النادي الاهلي هو من قامه بنفس الافعال دي مع محمود عبو كهرباء فاذا ربما تلف تلف الى ايام ويحصل معاها نفس الشيء هو هو اللي عمله كهرباء هو اللي يعمله اي لعب في مصر يقدر يعمل كده على فكرة اي لعب يعني اقول لك حاجة انا افترضنا جدلا انه نادي زي الاتحاد السكندري عاوز لاعب من بيرمت او لاعب من اسماعيل والاسماعيل متعنت عادي في الايوم واخد فاسخ عادو بعد 6 شهر جاي للاتحاد وهكذا عادي بقى وبعدين هي بياخد كام يعني في الاسماعيل بياخد 2 مليون جنيه في الدول العادو كله 6 مليون جنيه نفس الفيزي كان هدفع قصص فخلاص دلوقتي بقى فيه دليل على انك ازاي تخلع وتهرب من نديك وتوح نادي تاني مش مشكلة بقى حبة غرامة ولا يقاف ما هو ما فيش عقوبة يعني تبقى قوية لكن في عقوبة العقوبة دي معناها ايه حتى لو جنيه على كهرباء تم تبقى كهرباء فهو معناها انه مزنب وان ادارة النادي الاهلي تعلم انه مزنب عشان يقول الدنيا بتلف واذ ربما تلاقي صالح جمعة يمشي على خطة محمود عبد المنعم كهرباء في نهاية الفيديو اتمنى دايما واسعت بكو في القناة هنا وبتمنى منكو فضل الله امرا ان انتو تشتركوا في القناة واشوفكم دايما على الف خير شكرا